الطريقة القادرية منبع الثورات الشعبية التي جاهدت من أجل الوطن ويكفينا شرفاً أن الطريقة القادرية المؤسس الدولة الجزائرية كان تابعاً للطريقة القادرية في معسكر وكان يمشي على أساسها وكذلك سيدك عبد الكريم المغلي الذي هو نحتفل به في هذا المهرجان الدولي سميته مهرجاناً لا سميته مرتقى دولي لأن فيه شعوب والشعوب هذه كلها قادرية تقريب من أكثر من 30 دولة فالقادرية هي التي حملت لواء الجهاد في تونس في سنة 56 القادرية ابناء عمومة أن شخصياً منحوا لثورة التحرير المقر العام للطريقة القادرية الذي كان هناك وأول علم رفع هناك فالحكومة المؤقتة تأسست عند الطريقة القادرية وأعلامها كثيرون يعني أعلامها كثيرون فالشيخ الهاشمي الذي جاء بعد الأمير عبد القادر وصل للنضال وقد ذكره مفدي زكريا في إلياذته وذرغامها الهاشمي الشريف يذيق فرنسا العذاب المهينة كم كان لضم الصفوف وأذاق الضابط الفرنسي العذاب المهينة فالطريقة القادرية ليست الآن ولا في الماضي ولا في المستقبل إلا وهي واقف معه الأوطان والوطن الجزائري ندافع عليه وليهمون إلا الوطن علينا بالنهوض بالطريقة القادرية نعم عندنا المؤسسات الطريقة القادرية متشرة في كل قرية في كل مكان في كل زاوية في كل إلا أن تحتاج إلى من يصعف هنا من يصعفنا في هذا الوقت فانتشارها لا أقول من الجانب أنني قادرية أو أنني شيخ قادرية ولكن الكلام والشيء فارض نفسه القادرية موجودة في الهند موجودة في باكستان موجودة في كل كل المدن والقرى الأسيوية حتى في الصين حتى في الصين نعم زيادة على البلدان العربية زيادة على الدول الإفريقية التي تحاول أو يحاول جيراننا منافست منافستنا فيها منافستنا فيها وجرها كما جرى طرق أخرى أو طريق أخرى إليه إلا أن السر الروحي للطريقة القادرية غير مادي غير مادي الولاء للشيخ شيخنا عبد القادر وإلى الشيخ الحالي اللي هو يمثل يعني البشيخة العامة للطريقة القادرية التي ورثت هذه الطريقة من عشر قرون تقريبا فالتضاربات هذه نحن كجزائرين ما عدناش خلفية مع أي دولة إلا أن الدول هذه تحفر في أي مجال تقوم به الدولة نضرب لكم مثال هناك منح دراسية لرئاسة الجمهورية منحة للطريقة القادرية لأكثر من 18 دولة عددها ميتين وخمسة وربعين في المقابل واش يسرى أن إخواننا المغاربة سمعهم الله اتصلوا بهؤلاء الناس وقالوا لهم يالله ندوكم احنا بسم الله قالوا لهم لا احنا عدنا شيخنا ومشيختنا نعم في الجزائر وكذلك نحن من أتباع وأبائنا مدهونين في الجزائر لا علينا منخونوش للوطن لأجل خدمة الدولة الجزائرية التي نحن يعني من الناس اللي يغيروا عليها ويغيروا على تربتها ويغيروا على شعبها لأن الشعب شعب واحد والأرض أرض واحدة والعالم عالم واحد ترجمة نانسي قنق شكرا ترجمة نانسي قنق